السلام عليكم أخوتي وشراكم لابرس بخير راكم تشوفوا أخوتي القرعة وش طلعت طلعت لكم بوريسيا دورتمون مع باريسان جرمان ريال مادريد مع ماشيستر يونايتد بنزيما مع سيمحرز إن شاء الله يلعب إن شاء الله دو نحكو عليهم بعد أطالنطا مع فالنسيا وأكيتيكو مادريد مع ليفيربول تشلسي مع باير ميونيخ أوليمبيك ليون مع يوفنتوس توتنهام مع ريت بولايبزيك ونابولي مع برشالونا دو كان نبدأوا نحكو عن توقعات نجوهم وحدة 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 ونعطيكم توقعات التوعي نبدأوا بالنقطة الأولى بوريسيا دورتمون مع باريسان جرمان بوريسيا دورتمون ملاح وتوقعات التاعي تقول باريسان جرمان هي اللي تفوت بارسكو باريسان جرمان هاد العام راهي راهي فور بزاف نجو للتاني تاني ريال مادريد مع ماشيستر سيتي ماتش فري صعيب أصعب ماتش في هاد ياقع هوا هاده هو ماتش ورح تكون الصحف والأضواء كلها عليه وعلى هادك اللي انت منها رياض محرز يلعب وماتش رح يكون مفتوح بارسكو الريال بتاع ريال مادريد اللعب بتاعهم شوية مفتوح وكدا ويكونوا لي كونتراتاك هاد الماتش رح يكون طريط 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 بيان رياض محرز ورح يتقلق فيه لو كان يلعب بإذن الله عز وجل توقعات التوعي من هاد الماتش صعيب 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 بزاف لأن ريال مادريد عندهم الخبرة زيدا عندهم الخبرة كلاعب وكمدرب بيب غورديلو عندهم الخبرة بصح سنوات الأخيرة راهو ضايع ضايع في الشامبيونز ليج واعر واعر ماتش يعني خمسين خمسين نقدر نقول لكم خوتي خمسين خمسين بصح 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 ماشيستر سيتي لو كانت سما يدخل لرياض محرز ويدير تشكيلها مليحة وكما قلوا الديفونس يزيرها مليحة ويعرف كيفاش يدير الطاكتيك ريال مادريد مراهيش حتلتم 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 يربحوا متوقعات تتاعي المرتبة الثانية جي ماشيستر سيتي بعد باريس سن جرمان اللي تتعهل نجو للماتش الثالث أطلنطا مع فالانسيا أطلنطا مع فالانسيا أطلنطا في الدور الإيطالي رهي محتلة المركز السادس بثمانية وعشرين نقطة وفالانسيا في الدور الإسباني رهي محتلة المركز الثامن بسبب وعشرين نقطة يعني المستوى التحهم تقريب كيف كيف حتى الترتيب ستة ثمانية بصحة في التنقية ثمانية وعشرين نقطة بسبب وعشرين نقطة فرق نقطة واحدة هذا ماتشتانيك صعيب صعيب صح أنا نرشح أنه تتأهل أطلنطا لأن الإيطاليين تعرفوهم عندهم بديفونس وأطلنطا شفتهم يلعبوا مليح مليح نجدولا للمقابلة الرابعة المقابلة الرابعة تكون أطلنطا تيكو مادريد مع ليفربول وليفربول ثاني هذا صعب 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 صح فإن مشكاكش أن أطلنطا تيكو مادريد يتأهل على ليفربول وأنا شاكب لليفربول رهو قوي بثاف سرت certa في الدورة أكدا رهو قووي بثاف وانقرى أن من رشح ليفربول وهو هو اللي يتأهل نجدولا للماتش الخامس جلسي مع باير ميونيخ تشلسي مع باير ميونيخ يا خوتي هذا تانيك 50-50 وش عندك الباير شوية ما راهم شملاح تشلسي تانيك راهم يعودوا يريكي بيريفرحهم بالصح الخبرة تلك الباير ميونيخ مشكيش اللي تخليهم يقصوه يرى يحاربوا يحاربوا فوق الميدان صورتوا في هذا الليمش تاع الشامبين سليغ وكذا ومشكيش اللي را طعوه هو ناللي ناهلن اهل باير ميونيخ هي اللي تتلع نجو للمقابلة السادسة أولمبيك ليوم مع يوفنتوس اولمبيك ليوم هادو ما غير في فرنسا وما رامش لاخي نرحهم ويوفنتوس مالقري ما رامش ملاح كما كي كان المدرب اللولاني دو كارم شوية ناقصين بصح يعني باينة باللي مشي باينة توقعاتي تقولوا الاحتماليات كلها فالمفروضة توقعاتي تقول يوفنتوس هم اللي يطلعوا دو كان جو لطوتنهام وريتبول ليبزيك ريتبول ليبزيك راهي اكيب مليحة فريم مليحة فريم مليحة صغيرة بصح فريم مليحة وراهي دائرة حالة بصح الخيبرة تعد طوتنهام والخيبرة تعامرين هي وماشكيش الي ريتبو الزازبوغ الي تطلع على طوتنهام وعلى هاتيك الرشح طوتنهام نجول المتش الأخراني نابولي مع برشالونة نابوليا خوتي ما ما يعجبنيش ما نقدمش عليكم حتى وملاح بسع ما يعجبنيش ما ما شي حتلتم حتلتم برشالونة رانين مرشحنا برشالونة شوفوا خاوتين عودوا للماتشت على ريال مادريد ومنشيسر سيتي هذا هو اللي همنا هادي بقوارديولار اروا فرح بيها فرح بيها وخايف منها تاني فرح بيها لان رح تكون مقابلة بينه وبين زيدان فهمتوا هذا مع ريال مادريد وهذا مع منشيسر سيتي رح تكون يعني بين مدربين اللي حقوا ثلاث ألقاب دوري أبطال أوروبا الله أعلم ثلاثة ريال مادريد زيدان جابهم ثلاثة اخطارات مواربعة وهذه رح تكون يعني مقابلة بين بنزيمة يا خوتي وريال محرز يا خي تعرفوا بنزيمة يضل يشكر في البلاد ويدل علامة بتاع البلاد وكذا ومنها رح تكون محادثة بينه وبين ريال محرز كبيرة يعني رح يعانقوا كذا ورح تشوفوا بإذن الله تصاور بالصح يا خوتي انتمناوا انتمناوا الماتش هذا يلعب ريال محرز برس يقول الماتش هذا لو كلمة العشفية ريال محرز رح يتولي أزمة كبيرة على الجماهي الجزائري على موسيسر يونايتد ورح يهاجموا موسيسر سيتي بقوة ورح يهاجموا بيب غوارديولا بقوة خدش نورمال مو يا خوتي نورمال مو ريال محرز اللي يلعب خوتي نورمال مو يلعب في هذا الماتش برسكو نورمال مو غوارديولا يلعبوا برسكو راو حاقروا ديجا في الشمبيونة نورمال مو على الأقل على الأقل يعتمد عليه في دورة أبطال أوروبا وراني الشاك راح يعتمد عليه في دوري أبطال أوروبا والعلم عند الله والإذا كانوا مشاكل تسمى لا ما لعبش الماتش هذا يعرفوا باللي يعني رايز ما حرز راهو مقصري ديركت من ناحية غواردي والله وما راهو شقحة هي بتسمى كائن مشكل كبير بينهم وخلاص هذه يا خوتي وما طويش عليكم خوتي وانتو معطولي رأيكم والتوقعات داعكم كيما قلت لكم أنا التوقعات داعي باريس انجل ما تمر للدور المقبل ماشيستر سيتي تمر للدور المقبل أطلنطا تمر ليفر بول تمر بايرني يمروا ويوفانتوز يمروا توتنهام يمروا وبرشالونا يمروا وهذه هي التوقعات داعي خوتي وعطوني توقعات داعكم التحت في الكمانتر وما طويش عليكم خوتي ونحبكم بزا 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 وميرسي عليكم بزا بزا اللي رأيكم تدعمو في باش راني اشتهد هذي قاب سبتكم وانا ما نسحقش الشكر ما لقل راني اشتهد وكده بس الحاجة اللولانية انتو من اللي تحتاجوا الشكر بزا 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 اللي رأيكم تدعمو فيها وانتو من اللي نجحتو هاد القناة مشينا اللي نجحتها آنا يا انتو ما رأيكم تبوسيو فيها باش نخدم وباش نجتهد ونجيب الأخبار وان شاء الله ما نبخلش عليكم يا أخوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته